استجابة واسعة لدعوات الإضراب العام في المدن الإيرانية والاحتجاجات تتواصل للأسبوع السادس الإيرانيون في العواصم الأوروبية يتضامنون مع المحتجين في الداخل وإعلام الحرص الثوري يقول إنهم محتجون ضد ملائف الغرب توالي الإدانات العربية والغربية للهجوم الحوتي على ميناء الضبة والانتحاد الأوروبي يعتبره تهديداً صارخاً للتجارة البحرية الدولية المواجهات القبلية في ولاية النيل الأزرق السودانية تخلف مئتي قتيل وإعلان حارة الطوارئ في الإقليم مساء الخير مشاهدين إلى تفاصيل هذه الساعة الإخبارية من الحدث للأسبوع السادس على التوالي تستمر الاحتجاجات في طهران حيث نظم الطلاب في كثير من البدن الإيرانية تجمعات احتجاجية داخل وخارج الحرم الجامعي كما أظهرت صور في مدينة مريوان في كردستان إيران إضراباً عاماً في شوارع المدينة وأسواقها رد على انتهاكات النظام في حق المتظاهرين في مختلف المناطق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أتسابي بازاريان وفي السياق قدم السيناتور الجمهوري الأمريكي جيم بانكس مشروع قانون لمعاقبة المرشد الإيراني علي خامنئي ورئيس النظام إبراهيم رئيسي ودائرتهم المقربة بسبب جرائم حقوق الإنسان المنتشرة على نطاق واسع في إيران مشروع القانون الذي حمل اسمه مهس أميني من شأنه أن يجمد أصول جميع مسؤولي النظام الذين اللاعبوا دورا في انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك خامنئي ورئيسي وفي السياق دعا علي شادماني القائد في الحرف الثوري السلطة القضائية إلى التعامل بحزم مع كل من ينشر أخبارا مخالفة للواقع ومضلل على مواقع التواصل الاتماعي بحسب ما أفادت وكالة أنباء فارس وأوضح شادماني ضرورة التصدي لكل شخص تسول له نفسه تهديد الأمن القومي مضيفا أن ما وصفها بالحرب المعرفية هي في الحقيقة حرب نفسية يعتمدها من وصفهم بالأعداء لبسط سيطرتهم على أفكار الإيرانيين وشغلهم بالأخبار الكاذبة وتصبيط معنوياتهم وفي السياق نشر كريم سجاد بور عضو محة كارينجي مقاطع فيديو على موقع تويتر تظهر وصول أجهزة استقبال الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستارلينك إلى إيران وذكر عضو محة كارينجي أن مجموعة من النشطاء هي من أرسل تلك الأجهزة إلى إيران في السياق انطلقت تضاهرات تظاهرة كبيرة في العاصمة الألمانية برلين رفعت شعارات طالبت الحكومة الألمانية باتخاذ مواقف أكثر حزما حيال انتهاكات النظام الإيراني وكانت مجموعة من الجمعيات الألمانية والإيرانية المعارضة قد دعت إلى التظاهرات وسط دعوات من سياسيين ألمان لوقف المفاوضات النووية مع إيران ردا على العنف المتبعي ضد المتظاهرين تقريبا ترجمة نانسي قنقر 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 جارية اليوم مع البرلمانيات وكذلك الأحزاب بهدف ممارسة الضغوط على حكومات هذه البلدان لوقف التفاوض مع النظام الإيراني الذي يقمع المتظاهرين في الشوارع الإيرانية وشهدنا تطور كبير في إيران حيث أن مولى لعبد الرحيم الزعيم السنة ممكننا الآن يعني من العواصم الأوروبية أن تستجيب لها كذا ضغوطات وتوقف على ثبيل المثال كنت قد فهمتك المفاوضات النووية وأي نوع من التفاوض أمن الوقت لا يزال باكر بالعودة إلى نظرة هذه العواصم الأوروبية وصلنا على القرار إلى تطور الاحتجاجات نفسها وهل هي قادرة بالفعل على اقتلاع النظام أو تغييره شخص الذي قاد المظاهرة اليوم دعا لتوقيع عريضة وقع عليها عشرين ألف شخص بينهم أنا لطرد الدبلوماسيين الإيرانيين من العواصم الغربية نحن ليسنا متأكدين بأن قادة البلدان الغربية سوف يقومون بطرد الدبلوماسيين الإيرانيين لكنهم سوف يرون في ذلك أداة تمكنهم من موارسة الضغوط على النظام وأمور من هذا القبيل يمكن أن تساعد فالمتظاهرون في داخل إيران يتطلعون لمساعدتنا لهم وطبعا ينبغي أن لا ينظر إلى ما سيتم على أنه تدخل في شأن الإيراني وإنما هو دعم من قبل الإيرانيين خارج إيران لدعم المتظاهرين من أجل إحداث التغيير المرغوب به ضد هذا النظام الذي يقمع المتظاهرين وصولا إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة على أمل أن يتم تغيير النظام بالطرق السلمية 70% من الذين يتعرضون للقمع هما دون السبعة عشر عامل بمعنى أن هذا الجيل هو جيل التغيير بعد عامين سوف يبلغون التاسع عشر والعشرين واليوم يتعاملون معهم على أنهم مراهقين ولكن هذا سيكون عامل أساسي والتغيير إذا لم يحدث اليوم فسوف يأتي غدا أو بعد بضع سنوات وهذا الدعم واضح كل الوضوح والإيرانيون يرون أن كل من يتعامل مع هذا النظام يجب أن يواجه بالمقاطعة وخارج إيران هناك نظام يدعم المتظاهرين وبالتالي فهذه أدى أساسية لمساعدة الإيرانيين ولكن هل يبدو لك ذلك أي نوع من الضغوط يمكن أن يستجيب له النظام الإيراني أم أنه سيناور بدأنا نسمع أنه يدرس الآن أن يخصي الساحة للتجمعات قبل يومين وجه المرشد ربما بمراجعة قوانين المرأة هل هذه خطوات جدية أم أنه يريد أن يطر للغرب حتى يتجنب الضغوطات أنه يحاول أن يستجيب لبعض المتطلبات والمطالب سيكون هناك المزيد من القمع ولكن ما أريد أن يسلط الضوء عليه هنا خلال ما قام به السيد مولان عبد الحميد وهو خطيب الجمعة في شستان بلو شستان هو اتهم خامنائي بأنه المسؤول عن القمع وقتل المتظاهرين في الزاهدين انظر الإيرانيون عليهم أن يرون بأن خامنائي هو القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية فهذا الشخص هو المسؤول والمسؤول عن ما يحدث داخل إيران وهو من أعطى الأمر لقمع المتظاهرين وبالتالي فإن الجيش وكذلك ميليشيا البسيج والحرس الثوري هذه الأجهزة إذا ما توقفت عن تنفيذ أوامر النظام فإن المتظاهرين سوف يحققون النصر لو استقال الدبلوماسيون الإيرانيون ولا يتم تردهم وإذا ما قاموا برفع علم إيران ليس العلم الجمهورية الإسلامية فإن التظاهر سوف تنجح وهذا سوف يجعل من يقوم بقمع المتظاهرين مسؤول ويتحمل المسؤولية هذا يحدث داخل إيران وخارج إيران يجب أن تتواصل لكن سيدة كاملة من حيث التوقيت هل يبدو لك أن النظام الإيراني يعني يتمسك بشيء يعني ربما حرك كل سفنه الاتفاق النووي متعثر ولا يبدو أن هناك في القريب العاجل ورطة أوكرانيا الآن والمسيرات وبالتالي لماذا يتنازل أو يستجيب النظام الإيراني للضغوط ماذا يريد من أوروبا أصبح الآن النظام يمكن أن يلجأ إلى مسألة اختطاف الرهائن وبالأمس فإن مبعوث أمريكي أشار إلى أن الإيرانيين أو النظام الإيراني يلجأ إلى الاختطاف الرهائن وبالتالي فإن النظام قد يفكروا في أن أمريكا قد تستجيب لمطالبه طبعا المصالح القومية التي تسود في حسابات الدول كإسرائيل وفرنسا والمملكة المتحدة ولكن لا يجب أن تسمح هذه البلدان للنظام الإيراني بأن يأخذ الشعب الإيراني رهين وقد أشرت إلى مسألة الطائرات المسيرة الإيرانية التي سلمت إلى روسيا فهذا طبعا يشعل أوكرانيا في وضع ضعيف وعلى إيران أن تتحمل المسؤولية لما تقوم به بدور في هذه الحرب إن النظام الإيراني يضع الإيرانيين في موقف صعب للغاية فيما يخص الاعتبارات الأمنية وكذلك في نظرة المجتمع الدولي حيال إيران عندما يتم إختار النظام الإيراني بأن التفاوض معه سوف يتوقف ما لم يوقف النظام قمع المتظاهرين فإننا لن نشهد أي تقدم لسنا متأكدين بالتوصل إلى الإيران لصناعة القنبلة النووية لست أدري إذا ما كانت إدارة بايدن قد زعمت ما زعمتها لدفع المجتمع الدولي لتوقيع اتفاق مع إيران هذا زخم كبير يمكن أن يوضح للنظام قرب النظام على تصنيع السلاح النووي شكرا كثيرا لرئيس التحرير اندبندن فارسي سيدة كاميليا انتخابي فرد أشكرك على حضورك وعلى كل هذه المعلومات والقراءة شكرا نبقى في ذات السياق في إيران حيث نفى وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان نفى إمداد بلاده أي أسلحة لروسيا لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا يذكر أن أوكرانيا ودولا غربية اتهمت إيران بتزويد روسيا بمسيرات وأسلحة استخدمت في الهجمات الروسية على عدة مدن أوكرانيا وفي الوقت ذاته أيدت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا دعوة أوكرانيا لإجراء تحقيق أممي بشأن استخدام روسيا لطائرات مسيرة إيرانية للصنع من طراز شهيد للهجوم على أهداف أوكرانية الدول الثلاث وفي رسالة وقع عليها مبعثوها لدى الأمم المتحدة أوضحوا أن استخدام روسيا للمسيرات الإيرانية ينتهك القرار الأممي رقم 2231 وأكدت الدول الثلاث استعدادها لدعم الأمم المتحدة لإجراء تحقيق فني ومحايد في هذا الملف الذي تنفيه روسيا وإيران أدوى من المرجح أن تدرج نتيجة التحقيق الأممي في التقرير القادم للأمين العام للأمم المتحدة حول تنفيذ إيران للقرار الأممي رقم 2231 كما رجح مراقبون احتمالية لجوء الدول المشاركة في الاتفاق النووي مع إيران لاستخدام آلية الأمم المتحدة التي تسمح بإعادة فرض العقوبات على إيران حال خرقها لبنود الاتفاق في الملف اليمني كشف مراسل الحدث في نيويورك أن الحكومة أرسلت رسالة احتجاج شديدة لهجة إلى مجلس الأمن بشأن الهجمات الحوثية على كل من ميناء رضهم والضبع النفطيين في الشبوة والذين استهدفتهم الميليشيات الحوثية بالمسيرات والصواريخ الحكومة اليمنية أكدت في رسالتها أن خياراتها مفتوحة للتعامل مع الهجوم الحوثي الذي استهدف الميناءين واصفة لاستهداف بالتصعيد العسكري ومطالبة للمجتمع الدولي بإجراءات صارمة لإدانة هذا العمل الإرهابي والنظام الإيراني الذي يقف خلفه وحذرت الحكومة اليمنية في رسالتها من أن عدم التعامل بصرامة مع الهجوم سيؤدي إلى أثار سلبية على عملية السلام في اليمن وعلى إمدادات واستقرار السوق الطاقة العالمي وفي السياق أبلغت الخارجية اليمنية واشنطن وباريس والأمم المتحدة بتدعيات هجمات الحوثي بالمسيرات على ميناء رضوم والضبى النفطيين وكذا وزير الخارجي أحمد عوض بن مبارك عبر اتصال هاتفي مع المبعوث الأممي هانس جرونبيرك أن هذه الأفعال الإرهابية بقدر ما تمثله من استهداف مباشر للشعب اليمني وللبنية التحتية وللمقدرات الاقتصادية فإنها تقوض الجهود الدولية الرامية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام في اليمن بما فيها مساعي تمديد وتوسيع الهدنة محذرا من التدعيات الكارثية لهذه الأعمال الإرهابية على ضمان سلامة إمدادات ونقل الطاقة وطالب وزير الخارجية اليمنية الأمم المتحدة باتخاذ موقف صارم وقوي ضد التهديدات الإرهابية الحوثية ومعاقبة مرتكبيها ويقاف ما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين اليوم الجمعة 21 أكتوبر حدث هجوم بواسطة طائرتين مفخختين على ميناء الضبة النفطي الضربة الأولى كانت في الساعة الثانية هو خمس دقائق بين السفينة والعوامة الضربة الثانية في الساعة الثانية هو عشرين دقيقة تقريبا كانت أكثر قربا من السفينة كان من المقرر أن تدخل السفينة هذه قبل أسبوع من هذا اليوم ولكن نتيجة للتهديدات هذه بقت خارج المياه الإقليمية لليمن وهم على تواصل معنا ومع وزارة النفط وشركة بترو مسيلة نحن اتخذنا إقراءات بأن أبعدنا السفينة من المياه الإقليمية 12 ميل خارج الميناء وقفنا ضخ النفط من شركة بترو مسيلة إلى الميناء خرجنا كثير من العمال من الميناء ونحن بصدد ترتيبات أمنية لدخول السفينة مرة ثانية واستيناف العمل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نبقى يمنيا حيث تتولى ردود الفعل إزاء الهجوم الذي شنته ميليشيات الحوثي على ميناء الضبا حيث دانت الخارجية السعودية الهجوم الحوثي على الميناء وأكدت أنه خرق سافر لقرار مجلس الأمر رقم 22-16 وانتهاك للقوانين والعراف الدولية بينما دعا وزير الخارجية اليمنى إلى ضرورة اتخاذ موقف جماعي لتصنيف الحوثي منظمة إرهابية من جانبه دان الاتحاد الأوروبي والهجوم وشدد على رفضه لتهديد التجارة البحرية وحتى بيان أوروبي على تخفيف التصعيد ومضاعفة الجهود لإنهاء إصراع في اليمن البرلمان العربي والجامعة العربية بدورهما دان الهجوم الذي اعتبرته الجامعة العربية تصعيدا خطيرا بينما حملت مصر ميليشيات الحوثي الإنقلابية مسؤولية التصعيد من جهاته دان المبعوث الأممي لليمن الهجوم مطالبا بوقف التصعيد والإسراء بتمديد الهدمة وفي السياق دان السفير الأمريكي لدى اليمن الهجوم الذي شنه الحوثيون على ميناء الضب داعيا إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات التي تعرض التجارة الدولية للقطر وقال في بيان نشرته السفارة الأمريكية على تويتر إن مثل هذه الهجمات تشكل إهانة لحقوق الملاحة وحريتها كما تهدد أمن اليمن وسلامته وتعوق تدفق السلع الأساسية وتسبب المزيد من عدم الاستقرار الاقتصادي محذرا للحثين من أن العالم يراقب أفعالهم أن الطريق الوحيدة للمضي قدما نحو الصراع أو نحو معالجة الصراع هو خفض التصعيد ومضاعفة الجهود للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الصراع من خلال تسوية سياسية تفاوضية وحث سفير جميع الأطراف على التحلي بضبط النفس في هذا الوقت الحساس مؤكدا على أن السبيل الوحيد الذي يضمن دفع الرواتب وحرية حركة اليمنيين عبر الطرقات والموانئ والمطارات وإنهاء العنف هو تمديد الهدنة هذه ساعة مستمرة من الحدث وفيها بعض الفاصل مواجهات قبلية دامية في ولاية النيل الأزرق السودانية تسقط مئتي قتيل قتلى واشتباكات مسلحة ودوي انتجار شرق العاصمة وحظر للتجوال وانتشار أمني كبير هذه الصورة المصغرة لمشهد خلات كبير عاشه العراق اليوم عند هذا سيحرق الأخضر واليابس وللأسف وصلنا إلى هذه المرحلة التي لا يمكن العودة عن نتائجها خصل عشرون شخصا على الأقل في الاشتباكات التي دارت اليوم في منطقة الخضراء من بغداد دماعي ماجد حميد مراسل الحدث وما زال يتظاهر المئات بل الآلاف للمناصرين التعار الصدري نحن في متابعة مستمرة معكم مشاهدين وعلى مدار الساعة بمراسلين موجودين على الأرض ينقلون الصورة نحن في الخرب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إذن معكم هذه التقطية المفتوحة والمستمرة لتطورات الأحداث بالمشهد العراقي وعلينا الإقرار لأن المنظومة السياسية والمؤسسات الدستورية عجزت عن تفادي ما حصل الوجع لا يعرف هوية الموت ليس له بوصة والحروب لا تترك خلفها إلا القصص وأناساً بلا علاوين أهلا بكم الجديد إلى السودان حيث أسفرت المواجهات القبلية في قليم النيل الأزرق عن سقوط مئتي قتيل في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة السودانية حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً في الإقليم موجهة القوات العسكرية والأمنية بالتدخل بكافة إمكاناتها لوقف الاقتتال الأهلي وأوضح بيان صادر عن حاكم الإقليم أن السلطات وجهت قائد الفرق العسكرية ومدير الشرطة الإقليم ومدير جهاز المخابرات وقائد الدعم السريع بالتدخل واستخدام كافة إمكاناتهم المتاحة لوقف الاقتتال وفرض هيبة الدولة في المقابل قالت لجان المقاومة في الإقليم أن الحكومتين المركزية والمحلية لا ترغبان في حماية المواطنين وتعتمان على الحقائق بهدف كسر ما سمته شوكة شعب النيل الأزرق وهددت لجان المقاومة بالعمل على إسقاط كل الحكومات التي لا تحمي شعبها ولا تحترمه من جانبها دعت السفارة الأمريكية في الخرطوم لوقف العمت على الفور أحثت الحكومة السودانية على إشراك المجتمعات المتضررة في حوار الاستعادة السلام دعية لإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من أعمال الأنف حالة الطوارئ متلازمة الصراع القبلي ما تشتعل ورشدت الحكومة في محاولة لبسط سترتها النيل الأزرق جنوب غربي السودان تعود الاشتباكات القبلية لواجهته من جديد حيث سقط مئات الضحايا في الإقليم نتيجة صراع بين أفراد من قبيلة الهوسة وقبائل أخرى في بلدة ود الماحي شرقي مدينة روسيرس ما أجبر السلطات على فرض حظر للتجوال لكن الاقتتال القبلي في الإقليم لم يكن الأول من نوعه يوليو الماضي اندلع قتال في النيل الأزرق ضم طرفاه قبيلة الهوسة التي تأتي أصولها من أنحاء غرب أفريقيا وجماعات منافسة بما في ذلك قبيلة البرتة وذلك في أعقاب نزاع على أراضي واستغلال الأراضي يعتبر مسألة حساسة للغاية في السودان حيث تمثل الزراعة والثروة الحيوانية 43% من الوظائف و30% من الناتج المحلي الإجمالي والهوسة هي آخر القبائل التي استقرت في النيل الأزرق لذلك تجد صعوبة وفق التقاليد المتوارثة في تملك أفرادها للأرض يشار إلى أن منطقة النيل الأزرق تضم قرابة 40 مجموعة قبلية مختلفة يعتمد نشاطها الاقتصادي على الزراعة والثروة الحيوانية واستثمار المعادن تنبئك هذه الوجوه بحجم المآسي ملامحها تغيب في أتون صراع قبلي ما أن ينتهي إلا ويعيد الكرة من جديد في بلد يعاني هو الآخر من معضلات سياسية تهدد حاضره ومستقبله عصام عبدالسلام الحدث لمناقشة التطورات في النيل الأزرق ينضم إلي رئيس التحرير صحيفة الجريدة الأستاذ أشرف عبدالعزيز مرحبا بك أستاذ أشرف من حيث انتهى التقرير هل من الموضوع توصيف هذا الصراع بأنه قبلي على تملك الأرض وقبيلة الهوسة هي آخر المنضمين للإقليم فقط لمرتين خلال شهرين يتكرر والضحايا بالمئات ربما قد يكون هذا جزء من الأسباب ولكن بالتأكيد هناك أزباب أخرى أدت إلى هذا الصراع من بينها حتى الاستقطاب الحاد بين الحركة الشعبية التي وقعت على اتفاق سلام جوبا في أكتوبر من العام 2020 برئاسة مالك عقارو التي تحكم غليم النيل الأزرق الآن وكذلك أيضا هناك صراع آخر ربما تدخلت فيه أطراف أخرى من الفلول أصدار النظام البيت بالإضافة إلى الحركة الشعبية الشمالة التي لم توقع على الاتفاق سلام جوبا برئاسة عبدالعيز الحلو كل هذه التداخلات والتغاطعات ربما لديها دور مهم وأساس في إلهاب هذا الصراع إلى أن يصل إلى هذا المستوى ما الذي جده لماذا لم نشهد هذا الصراع أستاذ أشرف مثلا في عهد النظام المخلوع لماذا لم نشهد للهوسة المعروفة بالمسالمة ولم تطرع قضية الأراضي يعني لماذا هذا التوقيت لأن في ذلك التوقيت كانت الحدود معلومة ومعروفة ولم يقوم النظام البايد بالتلويح بأنه يمكن أن يمنح الهوسة أي أراضي أو أطيان يجلسون على سدة هرمها باعتبار أن لديهم حواكير في هذه المنطقة فالأطراط من القبائل التي تسكن النيل الأزرق وتعتبر نفسها أصيلة بأن هؤلاء يحق لهم المواطنة ولكن ليحق لهم أن يكونوا هم جزء من قيادات قبائل هذه المنطقة باعتبار أنهم موافدون في أواخر الغرم التاسع عشر إذن هذا هو الخلافة الجزري فيما يتعلق بهذه النقاط هذا بنص قانون بوضع اليد كما يقولون في السودان من الذي يحدد من يتملكهم؟ لا ليس بنص قانوني إنما بوضع اليد إنه اللعم أيه هو ليس بنص قانوني إنما بوضع اليد والعرف باعتبار أنهم يملكون هذه الأرض وليس لحق أي قبيلة أخرى أن أتت فيه مؤخرا من شأنها أن تقوم باستحواز على أراضي خاصة بهم باعتبار أنهم هم الملاك الأصليين هذا هو زعمهم لكن في إطار المزألة المتعلقة بالقانون الأرض هي ملك الحكومة وهي التي تأبى لمن يشعر وعلى ذكر الحكومة على ذكر الحكومة دعنا يعني أطعاط الأمن يعني لماذا الحكومة دائما متأخرة ولفت نظري أنها وجهت ربما بعض سقوط الضحايا أليس من الطبيع أن مهمة الأجهزة الأمنية أن تتدخل دون أن تنتظر توجيه؟ ما الحساسية تحقيقها؟ هذا هو نفس الخطأ نعم هذا هو نفس الخطأ والخطأ الوضعي الذي وقعت فيه الحكومة في المرة الماضية من المؤكد أن الحكومة بكل جحافل أجهزتها الأمنية هذه كان من المفترض بدلا أن تهتم فقط بتسليط سياطها على المتظاهرين السلمين في الخرطوم أن تولي اهتمامها بشكل أساسي على مثل هذا الخطر الذي يعتبر مهددا من مهددات الأمن القومي الحكومة كانت غطراءة بأم عينها ما حدث في وقت سابق ولم تتنبأ منه ولكنها حتى الآن لم تكن حزرة أو يغضى فيما يتعلق بتدعيات الصراع وهذا يعني أن الحكومة هي بعيدة كل البعد وربما بتالي تهتد تهم الأجهزة المخابراتية هل من الصعب في منطقة وقرى كهذه أن تكون هناك معلومات ومؤشرات أن هناك تحرك قبلي؟ وبالتالي تتحوط له قبل أن تقع الفأس في الرأس؟ حتى في الاحتجاجات حتى في النزاع الأول والصراع الأول كانت المعلومات متوفرة وكان الحديث وكان النزاع والخلافات هي تصهر على مرأة ومسمع الجميع نعم طريق وسائل السوشيال ميديا هذا يعني أن الفتنة كانت موجودة ولكن الأجهزة لم تتعسب ولكن بعد أن وقعت هذه البغاء من المفترض أن تكون الأجهزة تعمل في تحريات مستمرة وصولا لنتائج جديدة لنتائج الإشكالات السابقة بدلا من أن تقع في فخ جديد وأن تقوم ذات الإشكالات السابقة بوتيرة جديدة وهي لم تتحسب ولم تحذر وهي مزئولة مزئولية كاملة وهذا ما جعل الموطنين في النيل الأزرق يسهبون إلى مكتب الوالي يقومون بمحاصرته باعتبار أنه هو المزئول الأول عن اللجنة الأمنية سيد الشرف دعنا نقفز بعيدا من هذه الحادثة يعني الحوادث متكررة القبيلة برغم من صوت سطوتها وأدوارها في السودان ولكن إلى متى ستبقى سلطة القبيلة ربما هي الأعلى من سلطة الدولة ومن القانون وتصبح مطية أيضا لكل صاحب غرضا يستغل ذلك وهذا المرض أوجده النظام البيت عندما كان بعد أزمة دارفور وبعد الأزمة في جنوب كوردفان حاول أن يستعين ببعض القبائل متبعا سياسة فرق تسد وبالسما كان رسم أيضا سياسة أسمية في ذلك الوقت وجدت أطراضات من غبل المراقبين السياسيين بمسلس الراحل الحمدي الذي كان قد اقتطع جزء معين من السودان وقال لهذه المنطقة من المفترض أن يكون فيها المنطور الوطني لديه باع واسع ولديه أقلية كبرى وهي المنطقة التي تمثله كل ذلك بالتأكيد أجعل كثير من نيران الفتن في السودان ولكن الآن حتى بعد أن جاءت الصورة وتم الإنقلاب عليها مرة أخرى عادت قيادات الإنقلاب مرة أخرى لتستعين بالقبائل وأقامت بعض عدد من المؤتمرات المزورة ونصبت بعض الذين هم كانوا يطبعون للنظام البيت على سدة هذه القبائل ومن ثم من جديد عدد تتعامل مع هذه القبائل وذات الصورة السابقة التي كانت عامة البيئة معهم والنظام البيت وبالتالي كانت النتيجة والمحاصلة النهائية أن المزألة زادت وأصبح الكل يحتمي بغبيلته فحتى إن كان رأس الدولة ونائبه كانوا من قبل قد أشير إليهم في الاستناد والإله والرجوع نعم وقبل أسبوع عاد الشرق ليلوح بالإغلاق ولدى حرب قبلية واليوم في النيل الأزرق في توقيت واحد من الخرطوم رئيس تحرير صحيفة الجريدة الأستاذ أشرف عبد العزيز شكرا على كل هذه القراءة إلى تونس حيث قال الاتحاد العام للشغل إن الهاية الإدارية لقطاع النقل قررت الإضراب العام في القطاع برا وجوا وبحرا للمطالبة بإنقاذ وضع مؤسسات النقل العام دون تحديد موعد الإضراب ذكرت صحيفة الشعب نيوز الناطقة باسم اتحاد الشغل أن قرار الإضراب يأتي في ظل ما تواجهه مؤسسات النقل العام من نقص في وسائل العمل وتدهور في موازناتها على حد قولها أعتبر الاتحاد في بيال الله نشرته الصحيفة أن سلطة الإشراف والحكومة أخلتا بدورهما في الحفاظ على ديمومة النقل العمومي من تونس تنضم إلي صحفية زميلة نسرين حمداوي نسرين إليك هل من جديد هل حدد موعد الإضراب أو فلنقل إطلاق حوار مع حكومة نجلة أبودين ربما ليعدوا الاتحاد العام للشغل عن هذا الإضراب المؤثر جدا برا وبحرا وجوا نعم بالفعل الهيئة الإدارية القطاعية لقطاع النقل كانت اتخذت أمس قرار الدخول في إضراب عام في هذا القطاع برا وبرا وجوا ثلاثة ثلاثة أيام وفوضت إلى المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل اتخاذ موعد محدد لهذا الإضراب لكن إلى حد هذه اللحظة المكتب التنفيذي لن منعقد لتحديد موعد ربما لهذا الإضراب الذي سيكون ربما في غضون أيام أو أسابيع أو أشهر لا نعلم ذلك باعتبار أنه لم يتم تحديد موعد وربما ذلك لإتاحة مزيد من الفرصة أمام الطرف الحكومي لعقد جلسات تفاوض نعلم جيدا أن هذا القطاع حساس جدا حيث يهم ملايين التونسيين الذين يتنقلون يوميا عن طريق ربما الحافلات وقطيرات المترو الخفيف خاصة في مدن تونس الكبرى وولاياتها الأربع إلى حد هذه اللحظة لم يتم الإعلان عن اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل أيضا الطرف الحكومي إلى حد هذه اللحظة ما زال صامتا ولم يعلق ولم يصدر إلى حد اللحظة أي تعليق عن أي طرف رسمي سواء من وزارة النقل أو على مستوى رئاسة الحكومة في علاقة بهذا الإضراب نعم حينما يقول أن مؤسسات تعاني من نقص في وسائل العمل وتدهور في موازنتها على حد بيان الاتحاد العام للشغل هل بمقدور حكومة بوتين أن تواجه هذه المطالب في هذا الوقت تحديدا بالفعل هذا القطاع يعاني أزمة خانقة منذ سنوات باعتبار أن أسطول النقل البر وأيضا بالنسبة إلى الشركة الوطنية الجوية الناقلة في تونس تعاني من اهتراء أسطولها البر والجوي وأيضا نتحدث عن الناقلة البحرية بسبب تراكم ديونها الداخلية والخارجية على حد السوا نعتقد أن هذا الإضراء بيأتي في سياق كانت الحكومة أعلنت التوصل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقل الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليون دولار لكن مقابل عديد الإصلاحات التي وصفت بالموجعة يبدو أن من بينها خوصصت بعض المؤسسات العمومية والشركات الكبرى في تونس ويبدو أن قطاع النقل بدأ يستقبل هذه الإصلاحات ربما بكثير من الامتعاف نعم وبرأيك يعني كمراقبة والإضرابات السابقة هل يبدو ربما من اللغة أن الاتحاد العام للشغل جادي أم هي ورقة يلوح بها عسى أن يجد ربما بعض الاستجابة كنا بالفعل كنا لاحظنا على اتحاد الشغل كان خضى عديد التحركات الاحتجاجية خلال الأشهر والسنوات الماضية لعل من أهمها الإضراب في قطاع الوظيفة العومية الذي كان خلال الصائف الماضية والتلويح أيضا بإضراب آخر في قطاع الوظيفة العومية قبل التوصل إلى اتفاق مع الطرف الحكومي وأنضائه خلال الأسابيع الماضية لكن اتحاد الشغل في بعض المحطات الهامة كان دفع في اتجاه الإضراب لكن في محطات أخرى كان هناك دائما المجال مفتوح للتفاوض والصلح هو الوصول إلى اتفاقات مع الحكومة لأن كما قلت هذا القطاع حساس جدا وقد يؤدي إلى شلال تام في الحركة وأيضا في مجالات العمل عديدة خاصة في تونس الكوبرا نعم الزميلة صحفية نسرين حمداوي أشكرك على كل هذه الإفادات والمعلومات من تونس هذه الساعة مستمرة وفيها بعض الفاصل رئيس مجلس الدولة الليبي يؤكد للحدث اتفاقه مع مجلس النواب على ضرورة تغيير كل المناصب السيادية هذا المبنى من أشد المباني تحصينا في الأردن الدخول إليه شبه مستحيل المفاعل قدراته أكثر بكثير مما يتم انتاجه لها عندنا اكتفاء ذاتي وعندنا قدرة انتاج تفوق احتياجات مملكة بعشرات المرات العربية أول محطة عربية ودولية تقف هنا في هذا المكان أنا أقف طوق قلب المفاعل النووي الأردني وهو يعمل بأقصى طاقته في حماية نفسنا نستقبلها داخل صندوق مدرع بالرصاص في عنا معدات على مدار الساعة شغالة تطيس نسبة الإشعاع إن لم تر في حياتك مفاعلا نوويا فعليك أن تبقي عينا على ما ستشاهده معنا في جولتنا في هذا المفاعل النووي مهمة خاصة الليلة التاسعة والنصف على شاشة العربية عالمنا في تحول دائم تتغير المعطيات فتختلف النتائج نصبح على حدث ونمسي على آخر ما يهمنا أن نبقى نقطة تواصلك مع الأحداث 24 ساعة من مكان الحدث من قلب الحدث بالثقة والتفاصيل التي تهمك حتى تقوم بالقرار الثاني عليك أن تحصل على المعلومات الصحيحة الحدث أهلا بكم مجددا إلى ليبيا حيث أكد رئيس مجلس الدولة الأعلى في مقابلة خاصة مع الحدث أنه تم الاتفاق خلال مباحثات المغرب مع مجلس النواب على ضرورة تغيير كل المناصب السيادية أن هذا الأمر حتمي ولا رجوع عنه بما فيها منصب محافظ مصر في ليبيا المركزية الذي يشغله الصديق عمر الكبير تتطلب توحيد الأجسام توحيد الأجسام يتطلب هذه الإجراءات إذن نحن ذهبين في إجراءات لا نعني بها شخص معين لا من ناحية مكافأته ولا من ناحية معاقبته السيد الصديق الكبير هو أعين سنة 2011 يعني الآن 11 سنة في هذا المنصب إذا كان هو شخص جيد فالبلد انتفعت به 11 سنة وإذا كان هو شخص غير جيد فيكفيه 11 سنة وبالتالي ذهب الآن إلى تغيير كل المناصب السيارية أمر حتمي ولا رجوع عنه المشري أكد للحدث أن موقف المجلس الأعلى للدولة من حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية لا تستطيع إجراء الانتخابات والسيطرة على ليبيا وأن شبهات الفساد تحوم حول هذه الحكومة مضيفا أن حكومة باش أغا أيضا غير متوازنة مؤكدا على ضرورة تشكيل حكومة جديدة قادرة على إنجاز الاستحقاق الانتخابي بحسب المشري موقفنا أن الحكومة الوحدة الوطنية بصراحة هي لا تستطيع إجراء الانتخابات ولا تسيطر على كل البلد وهناك شبهات فساد كثيرة جدا تحوم حول هذه الحكومة وأيضا عدد كبير من وزراء إما استقالوا أو في السجون أو لديهم مشاكل وبالنسبة لحكومة فتح بشاغة هي حكومة غير طوافقية في نظرنا لم تمر بالشفافية المطلوبة لإنجاز الحكومة وأيضا هي حكومة في تركيبة الحكومة بغض النظر على رئيس الوزراء هي حكومة غير متوازنة نحن نعتقد أنها كان فيها نوع من المغالبة أيضا وهذا يرجعنا إلى مربع التوافق وبالتالي نحن موقفنا واضح أننا ندعو إلى اختيار حكومة جديدة تكون قادرة على إنجاز الاستحقاق الانتخابي في سابقة من نوعها منذ توليه السلطة أشرف عبد الحميد الدبيب رئيس حكومة الوحدة المؤقتة بصفته وزيرا للدفاع أشرف على التمرين التعبوي إعصار واحد الذي نفذته ثلاثون وحدة من القوات التابعة له أبرزها اللواء أربعمائة وأربعة وأربعون قتال وثلاثة وخمسون مشاة مستقل قال الدبيب إنه استمع وبحضور رئيس أركان القوات الموالية لحكومته محمد الحداد وعدد من كبار مسؤولي وزارة الدفاع والملحقين العسكري لإيطاليا وتركيا والسودان استمع للشروح حول التمرين من الفريق المختص وهذه هي المناورات الأولى من نوعها للميليشيات الموالية لحكومة الدبيب منذ توليه السلطة في شهر مارس من العام الماضي وأيضا منذ إبرام اتفاق وقف إطلاق النار بين طرفين نزاع في جينيف في شهر أكتوبر من العام 2020 برعاية أممية وقد جاء هذا التمرين بعد أيام على استعراض الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر لقواته في مدينة السفهة جنوبي ليبيا كدى الدبيب في كلمة له أن ولاء قواته سيكون دائما للوطن وليس لقبائل أو مدن أو أفراد مؤكدا افتخار بهذا التمرين التعبوي الذي لم ينفذ منذ العام 2007 بدوره قال قائد اللواء 444 قتال التابع لحكومة الدبيب إن الهدف من التمرين هو رفع المستوى القتالي لهذه الوحدات في تطورات العملية الروسية في أوكرانيا ومع تقدم القوات الأوكرانية دعت السلطات الموالية لروسيا كل المدنيين إلى المغادرة واصفة الوضع بأنه شديد التوتر على هذه الجبهة في منشور على تطبيق تيليجرام دعت الإدارة الموالية للكراملين المدنيين إلى العبور على متن قوارب في نهر الدينيبرو قبل ذلك أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها عن إحباط هجمات أوكرانية على دونيسك ولوغانسك وخيرسون تحدثت عن استهداف القوات الروسية لمصنع في خاركوف لإنتاج صواريخ أوكرانية مضاد للسفن إلى جانب تدمير مقرات عسكرية في خاركوف بالإضافة إلى مجموعة رؤوس حربية لصواريخ نيبتون الأوكرانية وفي السياق أعلن رئيس إقليم بيلغورد الروسي عن إصابة خمسة أشخاص بعد قصف أوكراني على ضواحي الإقليم ما دفع السلطات إلى تمديد وضع حالة التأهب المتوسطة في الإقليم إلى السادس من نوفمبر وأكد المقتل شخصين في قصف أوكراني استهدف منطقة سكنية من كييف ينضم إلي الصحفي الأستاذ محمد البابا مرحبا بك أستاذ محمد مرحبا مرحبا هل عدنا لأن يكون المدنيين أداة للابتزاز من هنا وهناك من بقي في خيرسون أصلا؟ نعم بالفعل ما يشاع عن قيام الكوات الروسية بإخلاء قصر لمدينة خيرسون من المدنيين عبر فتح ما مر عبر نهر دنيبر لإخراج المدنيين من الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية ومنها سيتم توزيع ونخل المدنيين إلى المدن الروسية بالأمس وقبل أمس بدأت هذه العملية ولكن اليوم هناك ضغط كبير لإخلاء المدنيين في أسرع وقت ممكن وذلك لأن الكوات الأوكرانية أصبحت على بعد ثماني إلى عشر كيلومترات من مدينة خيرسون لكن هل تبقى مدنيون موالون لكييف؟ كيف ذلك؟ وروسيا كانت قد سيطرت هل تعايشوا مع السلطة الروسية الجديدة؟ وبالتالي الآن هم مجبرون للتحرك إلى روسيا؟ نعم بالفعل لأن منذ حوالي خمس أو ستة أو سبعة أشهر هذه المنطقة تحت الاحتلال الروسي الكوات الروسية فرضت السيطرة بشكل كامل وقامت بحملة اعتقالات كبيرة في تلك المنطقة مما أدى إلى نزوح كبير من تلك المنطقة باتجاه الأراضي الروسية ومنها انتقلوا من الأراضي الروسية باتجاه عبر إسطونيا إلى الدول الأوروبية أعداد كبيرة ولكن ما تبقى في مدينة خيرسون بين سبعين إلى مئة ألف نسمة بدأت عملية إجلائهم بشكل قصري باتجاه شبه جزيرة القنم ومنها إلى الداخل الروس في السابق كان تعلم المنظمات منها صليب الأحمر والهلاء الأحمر قد تبنى ذلك الآن هل هي غائبة تترك الأمر النزاع عن نعم يعني لا وجود أي منظمات لا وجود في مدينة خيرسون داخل مدينة خيرسون الكوات الروسية حذرت وجود أي منظمات دولية باستثناء بعض الرحلات التي يقوم بها الصليب الأحمر الدولي لأنه كان هناك وباء الكوليرا وأيضا وباء كوفيد 19 لذلك كان هناك بعض العمليات الخاصة للصليب الأحمر الدولي ولكن بعد ذلك لا يسمح أي منظمة دولية بالدخول إلى منطقة خيرسون خاصة أن هذه المنطقة الآن هذه المدينة أصبحت مدينة عسكرية وذلك بفعل يعني العمليات العسكرية التي تجري وتقدم الكوات الأوكرانية وحتى أن هناك معلومات تتداول أن الجيش الروسي سحب كل فرقه المدنية وأيضا الإدارة المحلية قد سحب كل فرقها وحتى المصارف والشركات تقلت إلى شبه جزيرة القنم إلى أي مدى كييف قريبة ربما من إعادة السيطرة على خيرسون وهي استراتيجية بالنسبة لموسكو تعلم ذلك من المناطق التي يعني عطتها بالفعل بحسب بحسب بيئة الأوكرانية تقول أن مدينة خيرسون يعني خلال حد أقصى 15 يوما ستكون تحررت بشكل كامل قبل حوالي ساعة من الآن الجيش الأوكراني أصدر بعض التسجيلات لكييف تقدم الكوات الأوكرانية عبر نشر عدة فيديوهات تقدم الكوات الأوكرانية واستطاع الجيش الأوكراني ضرب كتيبة أو مجموعة كاملة من الكوات الشيشانية هذه الكوات كانت بحسب ما أشار الجيش الأوكراني أن هذه المجموعة كانت تقاتل في ضواحل العاصمة الأوكرانية كييف وقامت أيضا بمجازل وهذا ما يعني ألا تعيق أستاذ محمد ألا تعيق الاستراتيجية الجديدة التي تعتمدها موسكو بالصواريخ الكروز وأيضا بالمسايرات هذا التقدم لا ما تكون به روسيا بغارات هي لضرب يعني سمود الشعب الأوكراني عبر ضرب محطات الطاقة ووضع الضغط الكبير لشعب الأوكراني عبر البرد وانكتاع الطيار الكهربائي العتمة والبرد هذا الشعار يعني شعار مرحلة المقبلة حيث قامت روسيا بتدمير حوالي أكثر من 40 إلى 50% من قدرة أوكرانيا على تصدير الطاقة الكهربائية لذلك رئيس الوزراء الأوكراني شميغل اليوم كان له مناشدة للدول الغربية بمساعدة أوكرانيا وتقديم بعض المولدات خاصة لمناطق أو لمصانع التدفئة يعني مراكز التدفئة التي تدردت بشكل كبير جدا بسبب الضربات الساروخية التي كانت اليوم وقبل يومين وحتى الإسراء الماضية وأوروبا يا أستاذ محمد هي نفسها تعاني من عدم الدفع وتعاني الصقيع بسبب إندادات الغاز نعم من كييف الصحفي الأستاذ محمد البابا شكرا على كل هذه المعلومات ختام هذه الساعة قراءة ثانية لعناوينها استجابة واسعة لدعوات الإضراب العام في المدن الإيرانية والإحتاجات تتواصل للأسبوع الثالث الإيرانيون في العواصم الأوروبية يتضامنون مع المحتجين في الداخل وإعلام الحارة الثوري يقول إنهم محتجون ضد الملائي في الغرب توالي الإدنات العربية والغربية على الهجوم الحوثي على ميناء الضبة والاتحاد الأوروبي يعتبره تهديداً صارخاً للتجارة البحرية الثولية المواجهات القبلية في ولاية النيل الأزرق السودانية تخلف مئتي قتيل وإعلان حارة الطوارئ في الإقليم تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي وتفاعلوا معها وزروا موقعها الحدث.net انتهت هذه النشرة إلى اللقاء اشتركوا في القناة